موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء المتقدد ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله تعالى في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليالي المباركة أن يتقبل منا ومنكم صيام النهار وقيام الليل وأن يتقبل منا ومنكم تلاوة القرآن التي نتلوها آناء الليل وأطراف النهار ونسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل في هذه الحلقة وردت إلى البرنامج أسئلة كثيرة ومتعددة ومن أهم هذه الأسئلة سائل يسأل عن الهجر والخصام وخاصة في رمضان في الحقيقة الإجابة معلومة ومعروفة لدى الجميع القعدة سبتة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أباح لك الإسلام أن تهجر أخاك المسلم والأخ المسلم هنا ممكن يبقى قريب أو بعيد ممكن يبقى صديق أو جار ما هنت هتهجر مين واحد ما تعرفوش واحد ما فيش بينك وبينه علاقة بالعكس ده ممكن الولد يهجر أبوه والأب يهجر ابنه ممكن الزوجة تهجر زوجها والزوج يهجر زوجته الأخ بيهجر أخته والأخت بتهجر أخوها فالهجر بيبقى بين الناس اللي بيتعاملوا مع بعض سواء كان فيه قرابة أو فيه جوار أو فيه صحبة أو فيه زمالة وما إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك رخصة لا حرج أبدا أن أنت تهجر أخوك المسلم ثلاث تيام أو ثلاث ليالي وخدوا بالكم لا يحل لمرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث كلمة ثلاث جات نكرة يعني إما ثلاث تيام إما ثلاث ليالي إزاي؟ لو هجرت في اليوم في النهار عد ثلاث تيام لو هجرت بالليل عد ثلاث ليالي اوعد زود عن كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ما هنا ليه بهجورك؟ انت عملنا مع بعض فانت أسأت لي بأي شكل من أنواع الإساءة فأنا غصب عني لازم أهجورك لازم أتجنبك لازم خصمك وما كلمكش اليوم الأول نفسي حمية اليوم الثاني بهد شوية اليوم الثالث المفترض خلاص انتهت المسألة أعفو وأصفح وأعود وخاصة بين الأقارب وبين الأحباب وبين الجيران وبين الأصدقاء معقول زوج يهجر زوجته مدة أكتر من ثلاث تيام وثلاث ليالي حتى في رمضان معقول الأب يهجر أولاده أو الأولاد يهجر أبوهم وأمهم حتى في رمضان مش ممكن أبدا ولذلك في كثير من الأحاديث وردت وخاصة في ليلة النصف من شعبان التي يكتب الله تبارك وتعالى فيها مقادير العباد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في هذه الليلة ويقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترحم فأرحم ألا من كذا ألا من كذا يقول صلى الله عليه وسلم ويؤخر أهل الحقد كما هم وفي رواية إلا لمشرك أو مشاحن المشرك رب العالمين سبحانه وتعالى يأخره إلى أن يتوب من هذا الشرك والمشاحن رب العالمين سبحانه وتعالى يأخره إلى أن يعود في هذه المشاحنة وهذه الخصومة عشان كده بنقول لكم فرصة حتى لو ما كنتوش رجعتم من أول رمضان إحنا في العشر الأخير فرصة ارجعهم لبعض وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اعرف كده إن الشيطان بيضحك عليك عشان ما تكلمش أخوك أو أختك اعرف كده إن الشيطان بيضحك عليك عشان تستمر في الفصال بينك وبين زوجتك وكل واحد فينا مستكبر إن هو يبدأ لا بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن اللي يبدأ هيبقى أفضل من التاني وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فإذا كنت أنت شايف إنك أنت أحسن منه روح ابدأه بالسلام وروح صلحه وإوعى تنتظر لما هو ليجي صلحك طيب افترضنا هو جالك صلحك أوعى الشيطان يركبك وإوعى الشيطان يضحك عليك فتتمادى في هذا الخصام ولكن عليك إن أنت تتنازل حتى لو أنت صاحب حق واجعلها لله رب العالمين ومعانا هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم الله يكرمك مين معانا؟ المعاشك مدام سعاد اتفضلي يا مدام سعاد ازاي حدثك من الإيه؟ الله يكرمك بخير والله الحمد لله والله الحمد لله تطير وإنت طيب يا سيد تفضلي الله يخليه الله يخليه والله أنا معي ابني أبوبا سايبوري وعنده أربعين يوم ماشيت فأبو تجوز وامطلّمني بـ 24 سنة ده عمر ابني وتجوز ومخالف يعني وعيش حياته ما بيتسألش على ابني كان بيديني لفت وخمسين جنيه لما ابني خدت دبلون مناعهم مناعهم قالك يشتغل طبعا الولد ربما كبر أنا بيتش أذرع ليه يعني بيش أب سجاير وبيخرج طيبني ومتطعش كلامي وعمال يخذ وانا العمالة عايزة وماليش حق لربنا السؤال ايه؟ السؤال ايه يا مدام سعاد؟ نعم؟ السؤال بتاعك ايه؟ السؤال بتاعك انا مش عارفة اعمل ايه معدني اه يعني عايزة انا انصحك تعملي امعان اه طائفني حاضر يا حاضر يا مدام سعاد عايزة يسمع كلامه ويطل ويعرف انه لو بصلي وقصوم الحمد للداء وولا بيطل وولا بيصوم معلش تابعينا وهجوبك ان شاء الله شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك المدام سعاد سألت سؤال في الحقيقة السؤال ده جالي اكتر من مرة كتير قوي بيشتكوا من المسألة دي حتى ان فيه برضو حد اتصل وبيشتك من ولاده الاربعة بعد ما رب ولاده وجوزهم هما دلوقتي مقطعين ومحدش بساعده واحد اخر اتصل وقال ان ولاده اطعوه ومش بيقوله خالص وبعدين هو جاي يتجوز هما بيمنعونا هو يتجوز فالمشاكل الاجتماعي دي موجودة انت يا مدام سعاد وابنك السغير موجود اول ما تولد زوجك حصل طلاء وراح تجوز وسابك خلاص ده قدرك وقضاء ربنا سبحانه وتعالى فانت لا بد ان انت ترضي به انت ترضيتي وامتي على تربية الولد ربيت الولد وكان زوجك بيديك نفأة عشان الولد لما الولد وصل لدبلوم اطع النفأة خلاص هو يشتغل ما فيش مشكلة لكن انت بقى سؤالك دلوقتي الولد بيشرب سجاير الولد ما بيصليش ولا بيصومش وانت بتصلي وبتصومي وعرفة ربنا تعملي ايه مع الولاد انت عرفة مدام سعاد سيدنا نوح عليه السلام نبي ورسول ابنه عمل ايه ابنه كفر تب هيعمله ايه سيدنا نوح سيدنا نوح بقى يندح له يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهو مش عاوز يسمع الكلام قال سقاوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم انت عملت اللي عليك وربيت الولد بس يمكن انت ركست شوية على اكله وشربه ولبسه ونومه ورحته لكن مش ركستي على تربيته مش غرست فيه من الاول انه يصلي وهو صغير وهو لسه حتة عجينة في ايديكي انت دلعت فيه وسبتي لغاية لما وصل سن البلوب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع ثم تركوا لهم الحبل على الغارب انت لعبتيه لغاية لما وصل سن البلوب علمتيه ولا لا يا طرى صاحبتيه ولا لا طب يا طرى لما النبي قال علموا اولادكم الصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع يا طرى انت عملت كده ولا سبتيه ومش علمتيه ومش ضربتيه لما ترك الصلاة وهو صغير فعموما خلاص اللي فات فات عليك انت دلوقت ان انت تدعيله لا تملكي له الا الدعاء وانت بتصلي وانت صيمة عليك ان انت تدعي لابنك اولي يا رب اهديه لكن عموما اهتدى هيهتدل نفسه ما اهتداش على نفسه ورب العالمين سبحانه وتعالى لما وجد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه ابو طالب اللي مات على الكفر وكان يتمنى ان يموت على الاسلام وكان بيدعيله بعد ما مات رب العالمين سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك ونزل قول الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية دي بإضربنا يا ست سعاد فانت ما تزعليش ومش تحزني وسلمي امرك الى الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل الهداية لابنك ان شاء الله عز وجل ومعانا هذا الاتصال السلام عليكم الشيخ السلام عليكم ايو مين معانا معك سيد السويسة مين السيد لواس السويسة اتفاضل يا سيد سيد الله عز وجل الله عز وجل ايو مين معانا سؤال كنت عز نسأله لحضرتك قد بالوقت انا معانا الحرجة توفيت المقاول الله تعالى الله عز وجل وانتبت شموع كده وكان معانا ذهب وقالت انا هطلعه لله فالذهب اخويت كبير خده وراح داعه ودة كل اختي من اخواتي ست تنم جنيه خدت بالحضرتك بس انا ما شفتش حاجة وانا خد 6.000 جنيه بس انا ما شفتش الدهب اللي الدهب وكان فيه فلوس واحد بلحظ فطر ايوه السؤال ايه بقى يا سيد طب السؤال ان هي قالت الحاجة دي طالع لله تمام وودت وابس ايها قالتش با ايه ادي حاجة من الحاجة من البلح دي اللي الدهب دور ماشي كل الاخت انا ده ثلاث خدت 6 دهب ايوه هليهوز طيب يبقى دلوقتي والدتك توفيت الى رحمة الله وقبل الوفاة قالت ان الدهب اللي معاها ده طلعوا لله لكن بعد الوفاة اخوك خد الدهب وانت بتقول تقريبا كان فيه فلوس وما تعرفش قد ايه خدها وباع الدهب ادى كل واحدة من اخواتك البنات 6000 جنيه واداك انت كمان 6000 جنيه طب عشان انا اصغر واحد فيه وهم كلهم موظفين اه لكن ما تعرفش هو ايد ده ايه ولا باع ايه ولا عمل ايه ما شفتش حاجة خاصة ماشي يا حاجة سيد هجاوبك ان شاء الله حاضر حتسابعنا ان شاء الله واسمع الاجابة شكرا لاتصلك يا حاجة سيد الحاجة سيد بيسأل سؤال موجود برضو في المجتمع ومنتشر وبكثرة الستة الكبيرة قبل ما تنتقل الى رحمة الله تعالى معاها دهب وقالت الدهب ده يطلع لله هذه تعتبر وصية والله تبارك وتعالى امر بانفاذ الوصية اذا كانت شرعية والوصية شرعية ملها ويبتقول ان الدهب ده يطلع لله فدبقى دي وصية شرعية يجب على كل الورثة انهم ينفزوا هذه الوصية فكان على الاخ الكبير انه ياخد الدهب ده يبيعه ويوزعه لله رب العالمين على الفقراء والمساكين كما اوسط هذه المرأة صاحبة الذهب من بعد وصية يوصى بها او داين او يوصي بها او داين اذا الميراث لا يوزع الا بعد انفاذ الوصية وكذلك ايضا سدود الديون فاذا كانت وصة وصية ننفذ الوصية اذا كان عليها ديون نسد الديون وبعد كده نوزع التاركة ففعل الاخ الكبير ده مخالف للشرع ورب العالمين سبحانه وتعالى سيحاسبه على ذلك لكن ممكن هو شاف ان اولادها البنات دول فقرة ومساكين فباع الدهب واده لكل واحدة منهم ستة الاف جنيه وانت كمان ادك ستة الاف جنيه لأ هو لو هيوزعه ميراث يبقى للذكر مثل حظ الانثى المفروض ادى البنت ستة الاف جنيه كان يديك اتناشر الف جنيه انت بتقول ما عرفش هو باع الدهب بكم وكان فيه فلوس ولا لا يطرهم مكام ده بقى مسألة خاصة بينك وبين اخوك اما انه هو الكبير وكان مستأمن عليه فاذا كان ادى الامانة فله اجر ذلك واذا كان خان الامانة فعليه وزر ذلك ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعفو عنا وعنكم في الحقيقة في سؤال مهم جدا ورد لي البرنامج والسؤال خاص بصلاة المرأة في بيتها او في المسجد ايهما افضل يترى الست وخاصة في ظروف الحياة الوقت الست تروح تصلي في المسجد ولا تصلي فيتها احسن اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله ما ساجد الله معنى كده اذا ارادت المرأة ان تذهب الى المسجد من اجل الصلاة فلا يمنعها احد لا يمنعها زوج ولا يمنعها ابن ولا يمنعها احد وخاصة في الصلوات الجهرية التي يكون فيها تلاوة وهي لا تحسن التلاوة وتريد ان تستمع الى تلاوة القرآن لكن صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا او في المسجد بشكل عام اذا حينما تصلي المرأة في البيت افضل لها من ان تصلي في المسجد لكن اذا كانت هناك تلاوة تريد ان تستمع اليها او درس علم ستستمع الي او صدق تريد ان تتصدق على فقيرة بجوارها في المسجد فلا حرج ابدا لا تمنع المرأة من الذهاب الى المسجد ونسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم والى فاصل قصير ثم نعاود ونواصل المسير فانتظرونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم تاني مشاهدين الاعزاء بعد هذا الفاصل نواصل بعده الجديد والمزيد حول الاجابة على اسئلتكم واستفساراتكم ومعانا هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مين معانا؟ موسى أبو رحاب مين؟ موسى أبو رحاب موسى أبو رحاب؟ ايوة ماشي عمي موسى تفضل والله انا عندي سؤال انا امردت ثلاث ايساب حياتي ابن يحمل نعم فهم بيجبروا مع عاش ابوه وانا ببضل مع عاش نعم أموهم متزوجة عموه ماشي فأموهم بتاخد مع عاش ابوه يعني مع عاش من عموهم يعني مع عاش من عموهم من أعديدهم ومجمعيه ماشي فالثلاث بتاعيكم بنصرف عليهم مني على مع عاش ابوه تمام يعني سؤالك ان دلوقتي انت بيطربي ثلاثة ايتام والثلاثة الايتام دول ليهم مع عاش وانت ليك مع عاش وانت بتاخد مع عاشهم ومع عاشك وبتصرف عليهم تمام 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 لا احسنت احسن الله اليك طيب كان فيه سؤال ثاني والله يا حمي الشيخ لو سمعت اتفضل اه فيه كان فيه لهم فلوس فأنا خدت من فلوس دي احزب وكتبت لهم بقى جرات اشتريت بيها اشتريت بيها ليهم اجرات انا كتبت لهم بقى ارض من الحدي انا كان عندي ارض انا كتبت لهم منها جرات اه يعني انت خدت فلوس منهم وديتهم مقابل الفلوس دي ارات اجرات وما يعني الفلوس فب 26 ارات انا كتبت لهم جرات الجرات مقابل 50 ارات تمام طيب فحاجة بيها وححطلهم بطل يعني الفلوس جرات بتاني يعني احطلهم تاني فأنا اكتبت لهم الجرات واحطلهم فلوس بطل من بيها تنزل بطل من الفلوس بتاعي ماشي حاجة موسى حاضر ان شاء الله لا حرج عليك هقول لك ان شاء الله شكرا لاتصالك يا حاج موسى بالحقيقة الايتام يعني مجال محفوف بالمخاطر في صورة النساء الصورة التي اهتمت بالضعفين المرأة واليتيم يقول الله تعالى وَآتُوا اليتاما أموالهم وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا لدرجة لما الآية نزلت الاولياء اللي كان عندهم يتامة ولهم مال بعد ما كانوا خلطين المال مع بعض بيصرفوا على الولاد بدأوا يفصلوا أموالهم عن أموال اليتامة خوفا من الحوب الكبير ولكن فسدت أموال اليتامة بمعنى هيجيب طعام شراب مخصوص لليتم من ماله اليتم مش هيخلص الطعام فهيعنهولوا تاني يوم الطعام بيفسد فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات أنه لا حرج أبدا أن يخلط الولي ماله بمال اليتيم على أن يرعى هذا المال وأن ينمي هذا المال لا حرج أبدا فكونك حج موسى أن أنت بتاخد معاش الولاد مع معاشك وبتصرف عليهم كالترخيرك وبعدين هم أولا وأخيرا ولاد ابنك وولاد ابنك يعني ولادك فما في حرج أبدا عليك كونك أن أنت كتبت لهم إراتي ساوي خمسين ألف وخدت من فلسهم حاجة وعشرين ألف ماهو كده أنت كأنك بتجير لهم في المال المال لو دنه مال قمته بتقل فانددتهم أرض قمتها بتزيد لا حرج وبتقولها تحطي لهم بعض المال في مالهم إذن اللي بنحذر منه هو اللي حذر منه القرآن إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ده اللي بياخد مال اليتيم من باب الظلم من باب ظلم اليتيم وكان زمان كده البنت تبقى يتيمة ومعاها مال فلما تكبر كان يتجوزها وهو مالوش رغبة فيها بتجوزها ليه طمعا في مالها لذلك نهاهم الله تعالى عن ذلك إذن لا حرج عليك حج موسى في أفعالك اللي انت فعلتها وإن شاء الله ده يكون لك ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعي السبابة والوسطى والمسح على جبين اليتيم له أجر كبير عند الله تبارك وتعالى وهكذا ينبغي أن يكون الرجال يبحث عن اليتيم كما قال الله تبارك وتعالى وأما اليتيم فلا تنهر بل عليك أن تساعد اليتيم وأن ترحم اليتيم وأن تمسح على جبين اليتيم وأن تجعل نفسك والدا لهذا اليتيم وعليك بتبادل الأدوار لو مات الواحد منا ماذا يتمنى من الناس أن يفعلوه مع أبنائه فافعل أنت مع أبناء الناس هكذا ومعانا هذا الاتصال السلام عليكم مين معانا السيد اتفاضل عم السيد ماشي عم السيد بس كده وانت طيب مش عندك سؤال تاني ولا حاجة ماشي عم السيد ربنا يبرك لك يا رب ويتقبل منه ومنه يا ربنا يبرك فيك نسألك الدعاء ماشي عم السيد تابعنا ونجاوبك إن شاء الله عم السيد سأل سؤال يمكن جانا في أول حلقة بيسأل عن قيمة زكاة الفطر كامل سنة دي احنا قلنا عم السيد النظر الإفتاء حددتها بخمستواشر جنيه عن الفرض الواحد أقل تقدير عاوز تزود عاوز تطلع عن الفرض عشرين ماشي خمسة وعشرين ماشي عاوز تطلع عن الفرض منه أنت حر فمن زاد فهو تطوع يبقى خير وبركة وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وربنا يتقبل منه ومنك عم السيد ونسألك الدعاء في الحقيقة فيه سؤال ورد إلى البرنامج وسؤال مهم جدا بخصوص الصلاة بيسأل عن الوسوسة في الصلاة والسرحان في الصلاة لا إحنا عندنا في فرق بين الوسوسة والسرحان السرحان ده كلنا بنسرح في الصلاة كلنا بنسه في الصلاة وإحنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن مواضع سجود السهو في الصلاة وقلنا إن إحنا عندنا أربع حالات لسجود السهو نقصان الصلاة الزيادة في الصلاة الشك فيه الصلاة ترك التشاهد الأول دول الأربح حالات بس اللي بيستوجبهم سجود السهوة لكن هناك سهوة بقى إنني أبقى سرحان مش مركز أنا بقول إيه لا أداه لا شيء فيه ولكن إمتى يبقى فيه شيء إذا سرحان ده وصلني لإني شكت في صلاتي يا طرأ أنا في الركع الهين التانية والى التالتة أبني على الأقل واسجد زكتين سهوة يبقى دي حالة من حالات تستوجب سجود السهوة لكن السرحان في حد ذاته أنا قرأت الفتحة وبعد ما دخلت في تلوة القرآن الفتحة أنا يعني سرحت فيها ومش ركزت أوي لا كلنا بنسرح وكلنا بنسه في الصلاة فده لا شيء فيه لكن عليك إن أنت وإنت بتصلي تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى تصلي صلاة كده برحتك ارفع صوتك شوية عشان تعرف أنت بتقول إيه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها وده بيختلف عن الوسوسة الوسوسة بقى وإنت بتصلي كده كل شوية تلاقي نفسك ترى أنا توضيت ولا ده أنا بتهالي الوضوء بتعمش نافع تروح خارج من الصلاة وراح تتوضى تاني وده حصلت في أكتر من مرة قدامنا نبقى في بنصلي في صلاة الجماعة مثلا وفي الركعة الرابعة ويمكن قاعدين في التشهد فجأة واحد يقوم كده ويروحي إيه الحمام عشان يتوضى ويرجع تاني يلحق الصلاة هذه وسوسة تب علاج الوسوسة إيه يا عم الشيخ؟ علاج الوسوسة في أمرين مهمين جدا أول حاجة العلم تاني حاجة الحزم يعني إيه العلم ويعني إيه الحزم؟ العلم إنك أنت تعرف أمور الدين إن أنت تتفقه في الدين إن أنت تعرف إيه هي شروط صحة الصلاة إيه هي أركان الصلاة طب إيه هي أركان الوضوء؟ أنا توضيت طب يا ترى وضوء إيه كده صحيح ولا من صحيح؟ فإنت حضرتك لو تعلمت إن أركان الوضوء هم ستة بس النية وغسل الوج وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب إنك أنت تراعي الترتيب كل اللي بنعمله بعد كده سنن من سنن الوضوء فالستة دول لو أنت عملتهم وضوءك صحيح والوضوء بيتم بغسل العضو مرة واحدة فأنت ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويدني وسوسلك وخاصة لما تدخل الصلاة ده أنت غسلت وشك مرة واحدة ده أنت غسلت إيدك وما جيتهاش لغاية الآخر لا لابد إن أنت تتعلم ولما تتعلم تحزم ويبقى عندك عزم وحزم إنك أنت ما تخرجش من الصلاة الشيطان يجي يضحك عليك وقولك إيه؟ ده وضوءك ما كانت سليم قوله لا ملكش دعوة الوضوء بتاعي سليم واستمر في الصلاة أنت كده صلاتك مش تنفع ملكش دعوة إن شاء الله هتنفع وربنا هيتقبلها يبقى عندك عزيمة قوية أن أنت تكمل الصلاة يبقى على اللي حواليك سواء بقى أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك أو أي حد من اللي حواليك يساعدك في المسألة ديت اتوضأ قدامه وقوم صلي وتصله سوا وبعد كده اوعى تخرج من الصلاة أبدا هي دي الوسوسة اللي احنا بنحظر منها يبقى علاج الوسوسة حكتين العلم والحزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومعانا هذا الاتصال السلام عليكم الله يكرمك حاجة من معانا وانت طيبة يا أمي أعيب سألك بعد إذنك سواء لأن الوقت أني وقل معك جوه دي بسيط نعم وأنا عايز أطلع للبكة فأنا عايز أطلع هنا كده ستنفور نعم يعني أنا عايز أطلع علي وعلى الملاد نعم طب إحنا ستنفور كده أطلع كامل طب أنت اللي بتصرف عليهم يا حاجة أه ولا هم أكبار وليهم معاش مستقلين أنا مني أنا مني أنا ماشي يا حاجة حاضر طب عندك سؤال تاني لأ أنا عايز سلامتك ماشي يا حاجة تابعينا وهنجاوبك إن شاء الله طيب كل سلام حضرتك وانت طيبة يا أمي ادعي لنا الحاجة بتسأل هي بتاخد معاش بتقول إن هو بسيط من زوجها والحمد لله المعاشة الأمور ماشية ورغم إن المعاش بسيط وحالتها يعني واضح إنها رقيقة شوف حرصها على إنها تطلع زكاة الفطر بتقول إحنا ستة أطلع عليهم كامل بينما أصحاب الأموال وأصحاب التجارات وأصحاب الأطيان وأصحاب الأعيان ربما لا يبحثوا عن هذا السؤال الستة بسيطة وبتاخد معاش بسيط من زوجها وهي ومعاها كمان خمسة بتصرف عليهم أولاد بتسأل أطلع كام عليهم هنقولك يا حاجة الفرض خمستاشر جنيه أقل حاجة وأعتقد يعني أنت يا دوبك عليك تطلعي خمستاشر جنيه عن كل واحد يبقى خمستاشر جنيه في الستة يا حاجة يبقى عندك آدي الستة بتسعين جنيه يبقى هنطلعي حضرتك تسعين جنيه وكده بريئة زمتك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك الصيام وأن يتقبل منك القيام وأن يتقبل منك الزكاة وأن يتقبل منك صالح الأعمال ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا معك ومع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة والله زادك الله حرصا على هذا العمل وهو دائلوب أمهتنا الطيبين أمهتنا الأريبين من ربنا أمهتنا اللي علمونا اللي علمونا إن في فرائض ربنا فرضها لابد نحن نؤديها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد أشحدود فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها فزكاة الفطر فريضة من فرائض الله تعالى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال وعلى قدر حرص العبد على الصيام وعلى قدر حرص العبد على القيام ينبغي عليه أن يحرص كل الحرص على إخراج زكاة الفطر وبهذه الإجابة نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي أسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين الحسنات يوم اللقاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال وإلى لقاء آخر إن شاء الله أترككم في رعاة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة